السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من مهدي سكوب خلينا نكمل في الفيديوهات اللي احنا عاملينها باستخدام الويب سايت اللي اسمه والناس اللي اول مرة تتفرج علينا الموقع ده حلو جدا بيديك عربية وبيديك مشكلة فيها وبيديك ادوات وطولز بحيس اللي انت تشخص المشكلة وتبتدي تتبع العطل لحد ما تحله آآ جميل فدي العربية قدامنا وعلى ناحية الشمال هنا مديك الادوات اللي انت تستخدمها في الفحص مدينا والسكوب وجهاز فحص الكمبيوتر والبريكاوت بوكس ده عشان اشخ اشخ اشيك يعني على البنات بتاع الكنترول او وعندي ضغطة رمبة البنزين والجنب ستارتر ده بتاع البطارية دياجرام خريطة الكهربا فدلوقتي المشكلة في العربية دي ان المحرك مش بيدور جميل فخلينا نفتح لوحة العددات ونبتدي فعلا آآ وندور كده آآ جميل وندور المحرك ونشوف هل حيدور معانا او لا فزي ما انت شايف كده ان المشكلة هي يعني المرش بيقوم معي ولكن المحرك مش بيقوم فمشكلة زي دي بنبتدي نبص على كهرباة نظام الاشعال نبتدي نبص على الكهربا بتاع نظام آآ البنزين او نبص على ضغطة رمبة البنزين آآ ونحط في دماغنا ان ممكن بيعندنا مشكلة في كابسل محرك او عندنا مشكلة في الكرانك سنسور او مسلا في مشكلة عدم اتصال مع الكنترول او تمام بتاع او الكنترول والعقل والكمبيوتر بتاع المحرك آآ جميل طب نبدأ منين ونمسك انهي خيط ونبتدي ازاي اسهل حاجة اللي احنا ممكن نفحص آآ يعني نفتح اللي هو جهاز فحص الكمبيوتر او بحيس لو في اكواد متسجلة عندي ابتدي امسك الاكواد دي وتبقى طرف الخيط بتاعي عشان اشخص المشكلة فببتدي آآ اول الحاجة بعمل او بشوف الاكواد المتسجلة وزي ما انت شايف كده اصلا بيقول لي يعني الاتصال مع الكنترولات بتاع العربية غير ممكن طيب آآ مشكلة زي دي نفحصها ازاي آآ مشكلة زي دي على فكرة امس سهلة آآ بس ما اعتقدش ان الويب سايت ده هيخش في التعائدات بتاعت المشكلة دي وحتبقى قوي سطحية ولكن تعالوا احنا بنتكلم ونحل مع بعض انا اديك الهنتات واديك العنوين لو انت جات لك مشكلة زي دي حضرتك تبص على ايه بالزبط حتى لو المشكلة دي مش موجودة في العربية بحيس اللي احنا نتعلم مع بعض جميل خلينا اول حاجة بنفتح خريطة الكهرباء او خليه نكبرها كده ونشوف احنا حنتحرك ازاي تمام والمفروض نبص علي جميل انت لو عندك مشكلة زي دي اول حاجة بتاع العربية او لازم تضمن آآ لازم يبقى عندك ان بتاعه او الفولت المغزي للكنترول آآ يعني وصل له جميل ولازم تتأكد ان الجراوند او الشاسي والارض اللي رايح للكنترول سليم وما فيهوش مشكلة آآ فدي اول حاجة وابسط حاجة نبدأ منها آآ جميل فخلينا آآ نتأكد منهم الاول ولو لقنا ان المشكلة في او في يبقى كده احنا حلينا المشكلة ولو لقنا ان السبلاي والجراوند تمام ما فيهوش مشكلة هقولك بقى اتفكر ازاي في حالة زي دي جميل طيب فين بقى السبلاي اللي بيمد الاي سيو ده الكنترول هو اللي فيه تقريبا سبعة وتلاتين بيننا او تمانية وتلاتين بيننا وهو ده رقم تمانية وتلاتين ده اعلى رقم موجود على الكنترول آآ فين بقى السبلاي او التغذية بتاعته لو اخدت بالك يبقى الفيوز اللي جاي مباشر من الاجنيشن كوين من الاجنيشن سويتش انا اسف مع الكونتاج ففين الفيوز اللي جاي على طول دايريكت ورايح للاي سيو هتلاقي الفيوز اللي هو اف ستة ده اف ستة ده مفروض اللي هو بياخد من الاجنيشن سويتش لما تيجي ده تعمل الكونتاج على على الون بوزيشن يبتدي يوصل الاتناشر فولت يعدوا في الفيوز ده ويوصلوا الحاد اللي بيننا رقم ستة وعشرين فده اول حاجة هنشيك عليها تاني حاجة هنشيك على الجراوند والشاسيه والارضي اللي وصل للكنترول ادي الشاسيه شايف اللي انا بشاور عليه ده علامة الجراوند اللي هو بتاع العربية او جسم العربية وطالع منه توصيلات لبعض الانظمة في العربية وطبعا طالع منه توصيلة للاي سيو زي ما لو تتبعت السلك كده ومشيت مشيت 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 حتلاقي فيه سلكتين طلعين السلكة السودة دي عند البنة رقم تلاتة ده جراوند وعند البنة رقم سبعة وتلاتين ده برضو جراوند فانا مفروض يبع عندي على ستة وعشرين فولت البطارية وعندي على رقم تلاتة وسبعة وتلاتين هو اه هو او الشاسي طيب نشيك ازاي بقى البلنات بتاع الكنترول في البرنامج ده او في الويب سايت ده بمنتهى السهولة بنفتح حاجة اسمها البريك او بوكس هقولك هنوصله ازاي فده كده البريك او بوكس ده بيبقى عبارة عن مشترك خارجي في تمانية وتلاتين بنا بتاع الكنترول ازاي بقى وصله بالكنترول بفك الضفيرة او الفيشة بتاع الكنترول كده بضغط عليها فبتتفك وبعدين بضغط على البريك او بوكس اللي هو عندك السلكتين كده السلكة الاولى دي آآ بضغط عليه بتتوصل بالضفيرة بتاعها العربية والسلكة التانية بتتوصل بالكنترول فانا دلوقتي عبارة فالبريك او بوكس ده عبارة عن مشترك خارجي يعبر عن البنات بتاع الكنترول التمانية وتلاتين بيننا جميل تعالى بقى نفتح بتاعنا جميل ونبتدي بقى نقيس الفولت عند النقط اللي احنا عايزين نختبرها فنبتدي نوصل آآ الطرف الاسود ده في سالة البطارية وعشان هنقيس الفولت احنا قلنا لبنا رقم ستة وعشرين نبقى عندها فولت البطارية نزبط بس الافو ميتر على العشرين فولت وبعدين نروح على لبنا رقم ستة وعشرين فالبنا رقم ستة وعشرين وصل لها اتناشر فولت فده معانا ان الفيوز مفوش مشكلة والسابلاي رايح للكنترول طيب نكشف بقى على الجراوند ازاي او الارض ازاي قلنا لبنا رقم تلاتة او لبنا رقم سبعة وتلاتين بنعمل الافو ميتر بتاع او اللي هو الاتصال الدائم ولما الطرف ده الاحمر ده يروح على اي جراوند او اي شاسية بيبتدي يعمل معي صوت صفارة من الافو ميتر او يعمل معي صوت البازر جميل فخلينا كده نروح على البنا رقم تلاتة زي ما انت شايف كده صوت الصفارة ده فده معناه اللي انا عندي في المنطقة دي جميل والسابعة وتلاتين انا ياسف البنا رقم سبعة وتلاتين اوكي فالبنا رقم سبعة وتلاتين ما فيش صوت صفارة وما فيش وما فيش اتصال ما فيش يعني عند البنا دي فده معناه اللي انا عندي مشكلة اه في الجراوند والتوصيلة بتاع الجراوند الراحة للكنترول اللي هي عن طريق البنة سبعة وتلاتين. طب فيه اختبار تاني اقدر اعمله لنا برضو هل هو كويس ولا لا. اللي انا بزبط الافو ميتر على الفولت. والمفروض ان الفولت بتاع الجراوند تقريبا بيبقى اقل من ميتين ميلي فولت. جميل? فانا لو روحت عند البنة دي انها سليمة. جميل? بزبط الافو بتاع الميلي فولت. تمام? شايف? يعني ميلي فولتات قليلة جدا. جميل? فده معناه ان الجراوند ده قوي. تمام? فده معناه ان الجراوند ده قوي. لو روحت هنا عند البنة دي كانت سبعة وتلاتين. تمام? خلينا كده بقى في دي على مفيش صوت الصفورة. آآ طيب جميل اعمل ايه بقى? آآ او نحل المشكلة دي ازاي? الويرنج دايجرام. على فكرة احنا لو حلينا المشكلة انا هستمر اصلا في الشرح. آآ والعربية لو دهرت هستمر في الشرح. لو المشكلة لو عندي الجراوند والسا بلاي كويس. ابتدى بص علي. جميل? آآ خلينا كده. دي البنة سبعة وتلاتين هنا هو. خليني لو انت ضغط. خليني بس اشيل الافو ميتر هنا. وبعد كده هنقيس. لو انت ضغط على السلك ده. لو انت عايز تغير اي سلكة في العربية. بتبتدي تضغط عليها ضغطة واحدة. وبيقول لك يعني بدل السلك ده. فانا اكيدة عندي قطعة في السلكة دي لا تسمح بمرور لحد البنة سبعة وتلاتين. فانا بضغط عليها. تمام? واتمنى ان دي هي دي اللي هتحل المشكلة. فانا كده خلاص بدلت السلك. خلينا كده نروح لبنة سبعة وتلاتين. زي ما انت سامع كده. صوت الجراوند راجع والارض راجع فآآ دلوقتي انا عندي اتناشر فولت وعندي على لبنة رقم تلاتة ولبنة سبعة وتلاتين. جميل خلينا نشغل العربية. ونشوف هتشتغل معانا ولا لأ. اوكي تمام? انا عايز بس اوطي الصوت عشان الصوت بتاع العربية ما يدريش علي. زي ما انت شايف كده العربية اشتغلت معانا آآ جميل. فخليني بس افصل. خليني بقى يعني افصل العربية كده. آآ وخلينا بقى نفكر مع بعض. يعني خلاص انا حلت المشكلة يعني انا الليفل ده خلاص احنا حلناه. ولكن لو انت في العربية وجات لك مشكلة زي دي. ولقيت تعال نفتح ده يا جريم. ولقيت اللي انت عندك بتاعك اللي واصل للكنترول كويس ما فيهوش مشكلة. ولقيت ان برضو ما فيهوش مشكلة. طب انا ابتدي افكر واروح فانهي اتجاه. آآ جميل. آآ خلينا اقول لك بقى نبتدي نبص علي. حضرتك آآ لو لو آآ عايزك تفهم حاجة ان الكنترول ده الكنترول آآ بيدخله اتناشر فولت وجوه في الكنترول في حاجة اسمها آآ او الاثناشر فولت دول فيه زي او منظم آآ آآ داخلي بيعمل داون وبينزل الاثناشر فولت دي لخمسة فولت في الكنترول. فيبتدي الداخلي ده الخمسة فولت تبتدي توزع لبعض الانظمة في العربية مسلا بعض الحساسات. خلينا مسلا نتكلم على الخريطة اللي قدامنا دي او الموجود هنا دا لو انت ل нейت الحساسات اللي تحت دي لي الماف سنسور يعني الماف سنسور اهو دا حساس كمية الهواء وده حساس آآ البنزين دا وسط البنزين وده تمام؟ وعندك حساس آآ درجة الحرارة الهواء. وده ده حساس درجة حرارة المية. واخر حاجة ده حساس الكرانج. جميل? بيبتدي بقى جميل? يبتدي مسلا من البنة رقم سبعة وعشرين دي. انا هقول لك باختصار كده بسرعة. دي البنة رقم سبعة وعشرين. دي المفروض خمسة فولت. بتبتدي توزع على الحساسات دي. فده خمسة فولت طالع للحساس ده. والحساس ده. والحساس ده. جميل? ويتبتدي الحساسات ايه يطلع منها مسلا الخط الاخضر ده يعني حساس والحساس والكلام ده كلهم بيبتدوا يلتقوا في عند النقطة دي كلهم شايف السلك اللي طالع ده والسلك ده والسلك ده والسلك ده والسلك ده والسلك ده رايحين للبنة رقم تمانية وعشرين ده الجراوند. اللي رايح للحساسات. ملناش دعوة بيه دلوقتي. طب هم مشتركين فوق فين? يبقى الاشتراك ده اكيد هو ده السبلاي. اللي جاي من الكونترول اللي هو خمسة فولت. وعندك برضو حساس درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة المية برضو خمسة فولت. يعني جاي من فوق انا بنا خمسة وتلاتين دي خمسة فولت. والستة وتلاتين دي خمسة فولت. جميل? لو الخمسة فولت ريفرونس دي ملمسة مع الارض وملمسة مع الشاسيه. هتبتدي تعمل آآ للفولت بتاع الكنترول نفسه. وحتخلي مشكلة عدم اتصال مع الكنترول. بمعنى لو انت جات لك مشكلة وشيكت على السبلاي ولقيته كويس والجراوند لقيته كويس. بتبتدي تفتح خارطة الكهربا. وتشوف ايه الحساسات اللي مشتركة مع بعض في الفايف فولت ريفرونس. جميل? وبعدين مثلا لو احنا في العربية. لو احنا مثلا قدامنا العربية ببتدي اشيك على تلميس مع الارضي في الاسلاك دي. فبعمل ايه? مثلا بفصل الفيشة بتاع حساس الكرانق آآ الكامة ده. تمام? وبفصل فيشة حساس الاسلوريتور سنسور. وبفصل فيشة حساس الماف سنسور. تمام? جميل. وبعد ما بفصلهم ببتدي بقى اشيك هل في تلميس في في الاسلاك دي ولا لأ? تلميس مع الارضي مع الجراوند ولا لأ? لو ملاقيتش في تلميس مع الجراوند فده معناه ان الاسلاك نفسها ما فيهاش مشكلة ومش ملمسة ومش شورتت تو جراوند. فايه اللي احتمال التاني? اللي احتمال التاني ان يبقى فيه حساس على الدايرة ملمس داخليا. فببتدي اعمل ايه? ابتدي اشيل الفيشة بتاع حساس كمية الهوى وادور العربية شوفها حتدور معايا ولا لأ? تمام? لقيتها دورت يبقى ده معناها ان المشكلة بتاع ان حساس كمية الهوى كان بيعمل بول داون وبينزل الفايف فولت اللي جاية من الكنترول بينزلها للجراوند. وتباعا بينزل الفولت الكامل بتاع الكنترول للجراوند وبيعمل مشكلة عدم اتصال مع الكنترول. فانت تبتدي تشيل حساس حساس وتشغل العربية وتشوف هتشتغل معاك ولا لأ? او طريقة تانية خلينا نقفل بقى الخريطة كده اوريك انا بتكلم في. يعني مسلا تعال كده لو انت جيت عند حساس الماف تعال ده حساس الماف اقول اللي جاي بعد فلتر الهوى آآ هتلاقي في واحد فيهم خمسة فولت. شايف ده فور بوينت ناين فده السابلوي. وعندك ده السجنال ده طرف الاشارة. وعندك ده الاخضر ده طرف الجراوند. معلش انا اسف. وده طرف الجراوند. ده طرف ايه? يعني لو عملت كده. تمام? ده كده. شايف شوط الصفورة ده ده طرف الجراوند الارضي. فانا بعمل ايه? لو انا عندي مشكلة ان الفايف فولت ريفرونس آآ شورتتو جراوند. جراوند. اما الاسلاك نفسها ملمسة. اما في حساسات ملمسة. حساس ملمس في الدايرة. لما انا اجي اروح على كده. هنا. واشوف الخمسة فولت. تمام? مش حلاقي خمسة فولتة. حلاقي صفر. حلاقي صفر. اول ما لاقي صفر. تمام. ابتدى افكر. اشوف ايه الحساسات اللي مشتركة في الفايف فولت ريفرونس. ابتد. لو مثلا حساس ده الحساس بتاعدى وسط البنزين ده. الاكسلريتور بده السنسور وده برضو مشترك في الفايف فولت ريفرونس. فانا اعمل ايه? ابتدى اشيل الحساس ده. اشيل الفيشة. لو لقيت الخمسة فولت دي. رجعت معي. وارت هي كانت في الاول صفر. تمام? لما شيل الفيشة وعزل الحساس عن الدايرة. ولقيت خمسة رفعت لخمسة فده معنا ان الحساس ده ملمس داخليا وعامل للدايرة كلها منزلها معاه للصفر ومنزلها معاه كله للجراوند. فخلاص اعرف ان المشكلة من الحساس ده. وغير الحساس. تمام? لقيت لما شلت الحساس ده لقيت برضو لسه صفر. فبرجع الحساس تاني. واشوف ايه الحساسات تانية المشتركة. اه حساس الكامة. فده حساس الكامة. بشير حساس الكامة. لو لقيت الخمسة فولت رفعت معي ورجعت. يبقى المشكلة ان حساس الكامة ده كان ملمس داخليا. وهكذا. يبقى بتبتدي تلجأ لاي اه ترجع تخلي بتاعك. يعني او بتاعك. على طرف المفروض انت متأكد اللي عليه خمسة فولت. وتبتدي تعمل الاختبارات بتاعتك. وترجع الخمسة فولت دي باي طريقة. تبتدي اول حاجة تشيل الحساسات. فيش الحساسات. كلها اللي مرسومة عندك على الخريطة. تمام. لقيت ان الفايف فولت رفرنس راجع معاك. اه يبقى تبتدي تعرف ان الحساس اللي انت شلته ده هو اللي فيه مشكلة. طب شلت الحساسات كلها. ولسه الفايف فولت رفرنس ما راجعش. هتعمل ايه? هتبتدي بقى. تعزل الدايرة كلها. تفتح الوايرنج دايجريم. وتشيل الفيش كلها. بتاع الحساسات اللي مشتركة في الفايف فولت يعني مثلا. تمام؟. يعني لو لو احنا تكلمنا عن التصميم ده. هنا في الكونترول ده مثلا او التصميم ده. في هنا بتوزع لوحد اتنين تلاتة. وعندي هنا. بتوزع للحساس ده. او بتوزع للحساس ده. فانا بختبر الاول الدايرة دي. بشيل التلت حساسات دول. وبختبر هل فيه شرط في في الوايرات دي ولا لأ. جميل? ما لقيتش فيه شرط احقول لك نعمل ايه? وبعدين بعزل الحساس ده بتاع الانتيك سنسور. واشوف فيه شرط في في الواير ده اللي رايح للكنترول والمفروض اصلا هو ده يبقى السجنل او الفايف فولت ريفرنس ولا لأ? واشوف برضو نفس الكلام في الحساس ده. جميل? اي فايف فولت ريفرنس هبتدي اشوف فيه اا يعني شورت توجراوند ولا لأ. جميل. لقيت بقى ان ما فيه شورت توجراوند. ولقيت ان الحساسات اللي على على دايرة الفايف فولت ريفرنس برضو مش شورت توجراوند. بابتدي اتأكد ان السبلاي بتاعي كويس بتاع الكنترول. بابتدي اتأكد ان الجراوند بتاعي كويس بتاع الكنترول. ويتبقى خطوة اخيرة. هقول لك ايه هي? تعال كده نفتح الاسكان تول. واقول لك ان الدايرة بتاع العربية والكنترولات متوصلة ازاي? مع بعض في العربية دي. ندخل على معلومات. بص بقى معل. شايف كده? انت دلوقتي بتحط جهاز الكمبيوتر بتاعك فين? او الجهاز الفحص بتاعك اللي انت بتفحص به. ده هو ده المكان اللي انت بتوصل فيه الكمبيوتر بتاعك. هنا. فانت لما بتوصله هنا بيقول لك مفيش اتصال مع الكنترول ده. ومفيش اتصال مع الكنترول ده. تمام? فانت بتحط الاسكان بتاعك هنا. الاسكان لما بتحطها هنا. اكنها كنترول برضو. اكنها كنترول. طب هي بتتواصل ازاي اصلا مع الكنترولات دي. بتقرأ ازاي الكنترول بتاع الاي سي يو. وبتقرأ ازاي الكنترول بتاع الثروت البادي. ازاي? شايف الخطوط الخضرة دي? الخطوط دي اسمها كان بص او خطوط الكان. وهي دي اللي بتسمح بانتقال المعلومات والاتصال ما بين كنترولات العربية. جميل? فالكنترول بتاع الثروتل لو عايز ياخد معلومة من كنترول المحرك بيبتدي ينقلها. الكنترول بتاع المحرك بينقلها عن طريق الكن بص. الكن هاي والكن لو. يبتدي ويمشو في الخط ده ويوصلها للكنترول. ويمشو في الخط ده ويوصلها للكنترول. والاوبي دي بورت اللي انت بتفحص من عنده الكمبيوتر اصلا بياخد المعلومات من اين اصلا. من الكن بص برضو. بيبتدي يوصلها للجهاز فحص الكمبيوتر. ويبتدي يوصلها لجهاز فحص الكمبيوتر. فانت لازم برضو تتأكد ان الكن بص بتاعتك ما فيهاش مشكلة او مفيش مشكلة نبين الاتصال لو انت عندك قطع في الخط ده او قطع في الخط ده طب ما صباح الفل انت حاطت اصلا الكمبيوتر بتاعك على الحتة دي هيقرأ ازاي الكنترولات دي ازا كان منطقة الاتصال او الاتصال الرئيسية اصلا مقطوعة والكان بس اصلا كمان مقطوعة تمام فلانه ده بيعتبر اول ما بتوصل جهاز الاسكان تول ده يعتبر دلوقتي موديول او 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 كنترول يونيت كأنه كنترول يونيت في الدايرة جميل خليني كده اصغر الاسكان تول فبس يا رب الفيديو كن عجبكو كن استفدتوا حاجة ولو انت جالك مشكلة عدم اتصال مع الكنترول بتبتدي تعمل ايه زي ما احنا قلنا بنشوف الفايف موجودة ولا لأ لو مش موجودة ببتدى شايك على الحساسات اللي في دايرة الفايف لقيت الحساسات كويسة ومش ملمسة لما انا بعمل لها عزل وبرضو الفايف فولت مراجعش ببتدى شايك على الاسلاك بتاعت الفايف فولت ريفرنس بعزلها كلها بشيلي الفيش بتاع الاي سيو بشيلي الفيش اللي رايحة للحساسات اللي المفروض الليها الكنترول ليها الفايف فولت ريفرنس بشوفها مش ملمسة اما تأكدت انها مش ملمسة بشوف او الاتناشر فولت لداخل كويس ولا لا? بشوف كويس ولا لا? بشوف اتصال كويس ولا لا? لقيت كل دول كويسين. فالأخير والحل الاخير بيبقى اللي احنا بنغير بتاع العربية او آآ ياربكم استفدتوا بالفيديو ده. آآ لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة مهدي سكوب آآ في شغلانتنا مفيش تخمين. اتبع الدلائل عشان توصل للمشكلة بتفكير علمي صحيح. شكرا سلام عليكم.